أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الذي أعظى بهم يلف السكان من جالبي مختلف أجهزة الدولة لافتا إلى أن تشكيل المجموعة الوزرية للتنمية البشرية إنما يأتي ليعكس حجم الاهتمام بهذا الملف وخلال اجتماع المجلس القومي لسكان أوضح مدبولي أن المجموعة الوزرية للتنمية البشرية سيتم من خلالها متابعته ما يتم تنفيذه من مبادرات صحية واجتماعية وثقافية وغيرها وشدد مدبولي على أهمية التركيز على أن يتم تضمين المناهج التعليمية لإشارة إلى أهمية تنظيم الأسراء في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن مشيرا إلى أن هناك دورا مهما في هذا الشأن للخطاب الديني سواء في المسجد أو الكنيسة وكذلك منظمات المجتمع المدني والرسائل الإعلامية